أنت هلأ من نروح للأردن يلا لتخطية مهرجان جرش زميلنا دومينيك أبو حنة موجود بالأردن كان عم بيواكب فعاليات ووقائع هالمهرجان وبهيضا التقرير نقلنا الأجواء الرائعة من هالمهرجان المميز يلا فعاليات مهرجان جرش مستمرة والنجم عمر عبدالله توصل على كواليس مهرجان جرش أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا بيك أدي المسئولية كبيرة أنه اليوم عم تغني منفردا على مسرح جرش بخلاف غير حفلات كلهم فيهم فنانين إلا حضرتك يعني لا شك أكيد هاي مسئولية كبيرة وثقة كبيرة من المنظمين وإدارة المهرجان وإني أكون بليلة خاصة منفردة وبنفس الوقت هي ثقل كبير وحمل كبير بس لا إن شاء الله نقدو إن شاء الله وهذا المدرج يعني أنا بالنسبة إلي من يعني عشرة عمر أنا وياه حضرتك من أكتر الفنانيين العربية اللي غنوا على مسرح جرش بعدو القلب بدأ قبل ما تطلع على المسرح الله وكثير كمان أي أغنية أكتر شي بيتفاعلوا علي الجمهور وأتتغنية على مسرح جرش يعني بصراحة الحمد لله يعني ما في أغنية معينة بس يعني معظم الأغاني الحمد لله يعني الجمهور حفظها وبردد معاي يعني حتى الأغاني الهادية كمان الجمهور قاعد يرددها معاي يعني الحمد لله هات توفيق وفضل من الله الحمد لله وعادت بحفل تاريخي الليلة ليه؟ يعني مش إنه تاريخي يعني لا بس هو يعني لأنه أنا عادة أنجرش كل مرة بقول فعلا بوعد بحفل ودش والحمد لله بزدوك فيها لكن هذه المرة زي ما حكيت المسؤولية أكبر شوي بما أنه أعطوني ليلة لحالي الوحيد ليلة خاصة مش تكسير بزملاء الفنانين أبدا فهذه أعطتني مسؤولية كبيرة وخلتني كثير متحمس وكثير يمكن متوتر يعني صلي فترة بالتجهزات والبروفات والفرق وشغلات زي هيك هي فرقتي هاي الجديدة أو مش الجديدة يعني صرها فترة أنا مكون هذه الفرقة فرقة كبيرة والفرقة خاصة أنا جمعتها الشباب والصبايا بقيادة الأستاذ المايسترو جورج أسعد وعملنا بروبات إن شاء الله راح تشوفوها على اليوم أنتو تحكموا لكن الجمهور اللبنانية اللي بحبها كتير شو بتحب تقلون عبر شاشة لبنان الغالية والإلبيسي الأغلى كمان أنا سعيد بوجودكو وشاكر إلكو وشاكر لجميع الإخوان اللي اليوم مشارفيننا من الإعلاميين والصحفيين اللي موجودين معنا وأتمنى لبنان دائما الأفضل لأن لبنان مستحق الأحلى ومستحق الأحسن أطيب شعب وأحسن شعب والله وما بجامل شكرا لأنا شكرا نيلا يعني دومينيكي يعطيك ألف عافية بالفعل سندرا الأجواء بتعقد بجرش وتحديدا أنه في مشاركة لفنانين لبنانيين كبار ترجمة نانسي قنقر